أهلا بكم في قناة اكتشف مصر مع محمد مصطفى أنا النهاردة هتكلم عن ثورة الجياع وهي الحقيقة أول ثورة جياع على مستوى العالم كانت الثورة دي صورة مصرية قديمة الحضارة المصرية زي ما احنا عارفين هي حضارة عظيمة جدا وفعلا هي فخر لمصر ولكن بيكون في كل بلد فترات ضعف وفترة الضعف اللي مرت بها مصر وأسوأ فترات الحضارة المصرية لما قامت أول ثورة جياع على مستوى العالم وحصلت الثورة دي ضد الملك بيبي التاني في نهاية حكم الدولة القديمة فالملك ده اللي هو اسمه بيبي التاني حكم مصر لأكتر من 96 عاما وفي نهاية حكم الملك دوت اللي اسمه بيبي التاني مع نهاية الدولة القديمة قامت ثورة الجياع والثورة دي استمرت أكتر من 180 عاما وحدثت في البلاد فوضى كبيرة ثالث البلاد اتملت بالعصابات وامتنع الناس على أن يروحوا لشغلهم يعني الناس ما بقيتش تروح للشغل والفلاحين ما بقوش يروحوا لحقولهم وتوقفت التجارة مع البلاد التي تحيط مصر وهاجم الناس على مخازن الحكومة واعتدوا على مقابر الموتى وصبوا غضبهم على قصور الأغنياء وانهارت الحكومة المركزية واضطر رجال الدين والاتباقة من الأغنياء اضطروا للهجرة عايز أقول دلوقتي إيه أسباب الثورة دي واحد نتيجة حكم الملك بيبي الثاني لمصر فترة طويلة تزيد عن 96 عاما زاد فيها نفوز حكام الأخاليم وهم اللي كانوا بيعصلوا على هبات عظيمة من الملك بيبي الثاني من أجل ضمان ولا إهم اتنين انهيار الاقتصاد المصري زي تظاهر التجارة ونقص مياه النيل ونتيجة لنقص مياه النيل حصلت المجاعات كان الوضع في مصر في الفترة دي سيء جدا وانتشر قطاع الطرق في كل مكان وما بقاش فيه أمان في البلد وأصبح الناس اللي بديمتلكوا أرض أو تجارة أصبحوا فقراء واللي ما كانش معاهم حاجة خالص أصبحوا أغنياء لأنه هم اللي سرقوا ونهبوا ولزاد الأمر سوء إن عصابات من البدو كمان كانوا بيسكنوا على الحدود المصرية في شرق أو غرب البلاد انتهزوا الفرصة وجم البدو دول إلى قرى الدلتة وقعدوا ينهبوا كل اللي يلاقوه مع الناس والناس ما بقيتش بتسق في بعضها فلم يعود الأخ يسق في أخيه أو في صديقه أو في صحبه وأصبح الناس عجزين عن دفن موتاهم فكانوا بيرموا جسس الموتى في النيل وانتشرت الأمراض بهذه الأحداث المؤسفة انتهت فترة الدولة القديمة واستمرت البلاد في حالة من الفوضى لمدة 180 عاما زي ما قلتلكم وده بيعرف في التاريخ المصري باسم الانتقال الأول عصر الانتقال الأول دلوقتي أعيز أقول المصدر اللي عرفنا منه قيام هذه الثورة التي تعرف باسم ثورة الجياع المصدر هو البردية اللي موجودة قدامكم دلوقتي وهي بردية باسم إيبور بتحتوي على نص شعري لحكيم اسمه إيبور أو إيبور والبردية دي موجودة حاليا في المتحف اللي موجود في هولندا باسم ليدن متحف ليدن في هولندا في البردية دي بيصف إيبور حالي البلاد التي أصيبت بالإنهيار زي ما قلت لكم وبتتكون البردية من 17 صفحة وتم العصور عليها سنة 1828 ويأصف إيبور إيبور الثورة على بردية البردية دي الموجودة في هولندا في المتحف اللي اسمه ليدن زي ما قلت لكم حكم الملك بيبي التاني حكم مصر لمدة 96 عاما ولكن بعد بيبي التاني زي ما موجود على البردية بيقول إن في 70 يوم حكم 70 ملك وده بيدل على عدم الاستقرار اللي ساد البلاد ووصف إيبور أبوير مية النيل بأنها أصبحت مياه حمراء ليه أصبحت مياه النيل حمراء بسبب عدد القتلى والموتى يعني الوضع في مصر كان سيء جدا من حوالي 4000 سنة زي ما انتوا شايفين قامت الثورة وده اللي كان اللي كنت هنا عايز أشرحه وأحكيه لحضراتكم وأتمنى إن يكون الفيديو دوت نال إعجابكم وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش وتعملوا الشير غلايك وتفعيلوا الجراز ليصلكم كل جديد كان مع حضراتكم محمد مصطفى إلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر